هلو الله فيكم في حلقة جديدة من توب 10 اليوم راح نتكلم عن عشر ألعاب أخذت معدل مراجعات سيئة جدا هذا لا يعني أنها فشلة تجاريا لكن اتفقوا أن قادلها من أسوأ الألعاب ريكور حصرية مايكروسوفت اللي صدرت في 2016 كانت تتواعد الجماهير بأنها بتكون رائعة مع قيادة كينجي إينافوني وصانعين مترويد برايم اللعبة كانت تعاني من التكرار في القتال وأفكار الغاز منصاتية مملة اللي كلها تعتمد على ضرب ألوان معينة بألوان طرقات معينة Wii Music هذه اللعبة تحدد مصيرها من اللحظة اللي كشف عنها نينتندو في مؤتمرها خلال سنة 2008 مع الدي جي رافي درامز الكثير من النقات اشتكب أن اللعبة محدودة والتحكم الحرك فيها عقيم ولا كانت يعكس إحساس ألعاب الرذم مثل Guitar Hero Resident Evil 6 بعد تخبطات الجزء الخامس من سلسلة Resident Evil الكل توقع كابكم ترجع لصوابها وتقدم تجربة تروح وتشدك لكن كابكم مزادة تطين بلة وقدمت أكثر لعبة أكشن في تاريخ السلسلة Metal Gear Survive بعد خروج كجيما ما حتوقع كونامي تستقوي وتجيب لنا جزء جديد من سلسلة Metal Gear لكن سووها وجابوا محرك الجزء الخامس وخبصوا معاها عناصر العاب النجاة هذه اللعبة منقسم عليها عشاق اللعبة البعض يشوف اللعبة الأسوأ في تاريخ السلسلة لكن فيها أشخاص إيجابيين عجبهم خلط عناصر النجاح ويقولون أن أسلوبها كان جيد ويحتاج لقليل من السقل اللعبة كانت غريبة وهذا الشيء اللي كل اتفق عليه وكان فيها سرار تمجد كوجيما Fallout 76 أول كارثة وأكبر كارثة في شركة Bethesda اللعبة كانت كارثة في أكثر من عامل الأولى كانت اللعبة اللي نزالت فاضية وبدون أي محتوى اللي يرتقى بمستوى Bethesda الثنين مشاكل أولاين اللي واجهتها اللعبة خلال الإطلاق والثالثة كانت فضيحة نسخة المجمعين اللي يسوي وقلها بشكل واللي وصل للأشخاص اللي طلبوها شيء مختلف تماما كل هذه الأشياء تراكمت وصناعت أسوأ منتج تقدمها Bethesda ناك أو شاطر أولى حسريات البلايستيشن 4 وكانت بها روح وكانها عبارة عن منتج يستعرض قوة البلايستيشن 4 لأنها جسم ناك أو شاطر هو عبارة عن جزئات صغيرة يتحكم فيها اللاعب أنثم بعد الكلام عنها لفترة طويلة إياي أصدرت أنثم بحالة مأساوية غير الأغلاط التقنية محتوى اللعبة كان جدا شحيح وشاق وفريق العمل أصدر لعبة مشابهة لدستيني دون تجنبهم أغلاط دستيني مما أعطى وقت صعب للفريق وأدى بأنهم يتركوا دعمها بشكل سريع دوك نوكم فوريفر هذه السلسلة واجهت صعب كثيرة خلال السنين بدأت تطويرها في سنة 1997 مع فريق اللعبة الأساسي اللي اسمه 3D Realm وهو نفس أتجلها بالفترات كثيرة وبعد ما قلت فلوسهم تم طرد أغلب الفريق وفي سنة 2011 صدرت اللعبة بعد ما أنهاها فريق جيربوكس لكن اللعبة هشرت إعلاميا والأغلبات يتفق بأن الرسوم اللعبة سيئة والكوميديا مملة والميكانيكيات مرة محدودة سونك تهيدشوب لما صدرت اللعبة في فترة 2006 على أجهزة بلاي سيشن 3 والأكس بوكس 360 كانت تعاني من أغلاط تقنية كثيرة لدرجة أن اللعبة في مناطق معينة ما ينلعب فيها هذا غير يسميه بالتحكم المضروب وكثير من النقات تشك بأن تواجد سونك في عالم 3D هي واحد من أكبر الصعاب لهذه السلسلة وفي المركز الأول الأسوأ للعاب هي The Quiet Man لما سكويرانيكس أعلنت أنها بتنشر هذه اللعبة الكل كان مستغرب من هذا المشروع ولما نزلت عرفنا أنها عمل مضروب فيها لعب كثيرة تنزل وتحس أنها موب كاملة لكن موب بنفس الشكل اللي نزلت في The Quiet Man اللعبة مضروبة بكل شيء لا أسلوب لعبة مسقول لا قصة واضحة ولا حتى تقدم أي شيء يشدك وأيضا اللعبة موب عارفة هل هي تصير فيلم ولا لعبة ولا مصدرت كل النقاط تسفلوا باللعبة وكلهم كانوا مستغربين بين اللعبة نزلت بهذا الشكل وهذه هي أسوأ عشر اللعب شاركونا بالتعليقات بأفكار لحلقة Top 10 جديدة كان معكم نواف النقموش أعطيكم العافية على المتابعة